احنا بشرفنا النهاردة شخصية فيها حاجات كتير انا مش حافظهم بس حاولهم كده و هي تتعدل معايا معانا السباحة الدكتورة عضو مجلس نواب ايه تاني؟ سوبر مامي ام بقى ام محا بنتكلم عن الامات اه؟ ايوا برافا ام الكم طفل؟ اتنين مالك وانا تمام احنا طبعا عندك عالي علواني بالموضوع اللي نتكلم فيه موضوع التربية وخطورة التربية والمراهقة والطفولة اولا المفاجأة ان انت دكتورة امراض نسا ايه يعني ان انا مش وفاجأة اويا يعني عادت كتير لسه بتو مرسي الناعة ايه لسه لحد النهاردة الصبح لحد قبل التصوير بشوية كان فيه ولادة كان فيه ولادة وكان فيه عملية سيزيريان او طبيعي؟ سيزيريان مرات مولد اه فهو لما بنتي بتكلمني قبل ما ادخل اصور النهاردة انتي بتعملي اي اي انا في الشغل بعمل كذا ساعات بيجوا يتفرجوا علي ساعات تزورني في المستشفى تزورني في العيادة تبع عارفة ان امامتي وهي مش موجودة معايا هي بتشتغل ده حاجة تعملها لما تحب تخرب وتتبسط تخدي معايا ان هون اهم انا ولا الشغل لا ما بيقولوش بصراحة لهم عارفين ان انتي اهم عارفين لو انتي محتاجاني دلوقتي انا هكون موجودة انا عايزة بنتي لما تطلع تبقى زي تبقى عاقي يعني مش مش زي تبقى حسن مني طبعا بس انا عايزها تشوف انه الشغل مهم بس مهمة قوي انه ما نبقاش لازقين اه ايوة اللازقة دي انك انت بعد الشر لو اي حد فيهم بعد الاطفال دي بتنهار اه طبعا ايوة وكمان الامهات نفسها بتنهار لما البنت مثلا بيت الجواناية هترجع لها تاني و هتكلمها في التليفون تقول لها كل شيء بس مجرد انها بتطلع بس ايه اليوم الفرح دي بتحس بانهيار و سبريشن لا هي انهيار عشان عارفة المستقبل اه مش عارفة عارفة النكد اللي دخل عمي انا مع ان الولاد طيما انتو ما هم شايفين ان هم اولوية ولازم نوضح انا اسماتك في الاوطول الاحضان والحب ده مهم لازم يعرفوا انتو اولوية وان حياتنا لازم تكون متكاملة انا مينفعش با ام قاعدة في البيئة طبعا احترم اللي حب تعمل كده هي حرة لكن انا الام اللي عايزة تشتغل وتثبت نفسها وعندها موهبة في شغلها ايا كان الموهبة دي فنية دراسية اللي عايزة تعمل ابحاث في علمها هي حرة لكن تبقى عارفة ان ولادي هيكونوا فخورين بلا انا بعمله ده واحتمال يساعدهم هم هم بعد كده يشوفوا طموحاتهم هم هم شخصية صح مين كان بيدعمك في مشوارك بقى من الاول خالص رياضيا بابايا ومامتي يعني الاتنين يعني كانوا دايما بي مهمة قوي بابايا ومامتي بس انا هقول لك ليه لان بابايا مثلا هو رياضي وحابب انه هو ولاده يبقوا رياضيين لكن فيه لازم حد ينفذ يعني انا دلوقتي بصراحة مش عارفة تمرين بعد الظهر انا مش عارفة يعني ايه هوادي ساعة خمسة إلى رابع الصبح قبل المدرسة زي مامتي كتبتعمل حداشر تمرينة في الأسبوع انا نجد مني تقلص ان نروح نقوم لان موضح كلا في خويت كتير انا بقول انا مش عارفة هم طلعونا كده ازاي ده مش يوم كم سنة مش عايزة اقول كتير سبعتاشر سنة بتوديك كل يوم الصبح التمرين مامتي كتبتشتغل مامتي مهندسة وكان بتودينا قبل شغلها وترجع بعد شغلها وتذاكر معانا والدي رياضي فهو حابب ده هي ما كانتش حبة لكن شايفة ولادها عايزين يبقوا وطموح وعندهم التالنت او الموهبة دي ففي مرحلة كنت وقفت خلاص كان لازم اسافر علشان اكمل هي ثابت شغلها وصفرت معايا خمس سنين علشان انا علشان الليهان بتعوم يعني مش مثلا تدرس دكتوراء بتعوم يعني فبرضو طموح الولاد مهم طب يا رانيا عايز اسألك على حاجة مهمة جدا في سن المراهقة بالذات انتي بتعرف اسحاب أولادك؟ معظمهم مش كلهم فيه حد بتبقي مش راضية عنه فتقولي ابنك ابنتك انا مش موافعة لدي سن أولادي لسه صغير شوال يعني انا عام 11 و8 بس بعرف صحابهم عايز اقول لك على حاجة هو المهم تعرف الأهالي ايه اه بس دي بقيت ثقافة الأهالي دي يا شريف ثقافة الأهالي الأطفال دي بتدخل جوة بيتي انا وثقافتي انا بتروح لبيتهم من خلال الأطفال تمام فالأهالي مهم قوي تعرف الأهالي يعني انا مش حيبقى سهل علي ان انا خش البيوت كلها اه انما انا عايز اقول على جزئية بنسبة المراهقين لما بيبقى مصاحب حد وانا كأبد اقول له ملكش دعواب ده ده مش كويس عملت معي كده يوم يقول لي ايه لا بابي ده كويس جدا انا بقول لك علشان انا شايف وعارف وحاسس بيه البنت دي ملكيش دعوا بيها البنت دي مش كويسة في تصرفاتها هم بيرفضوا الكلام ده والمنوع دي بقى الوقت تصرف ازاي انا في رأيي ان احنا نصاحبهم بالزبط لان انا بقى قريبة منهم بحيث ان هي تحس انها بتحكي لوحدة صاحبتها وهو يحس ان بيحكي لحد اكيد الولد ممكن يحكي في السن ده الابابا اكتر من الممتوب بس انك انت على طول مخوفهم وهيعملوا حاجة من وراك